اشتركوا في القناة الاول الذي توجب عليه شكره في المساعدة على القضاء على نظام التفرقة العنصرية كان فيدالكاسترو الذي يعتبر الغرب انه يقمع شعبه شارك فيدالكاسترو وخمسمائة الف كوبي في الحروب الافريقية التي قضت بالنهاية على الاستعمار هذه القصة غير المعروفة بدأت عام ستين قبل سنة فقط من انتصار الثوار الكوبيين الذين اسر نضالهم مخيلة الشعوب خرج قائداه الشبان المتقدان فيدالكاسترو وتشيغيفارا بطلين بعد ثلاث سنوات من حرب العصابات تنامت الموجات الاستقلالية في مختلف انحاء افريقيا وبدأ ثلاثون بلدا اخر نضالهم الثورية المسلح اتخذ الثوار الافريقة الكوبيين نموذجا لاستقلالهم لان كوبا شكلت البرهان الحي على قدرة العين على مقاومة المخرز اشتركوا في القناة كانت شيغيفارا غاضبا وخطابه اعطى اشارة واضحة على نية كوبا بالتحرك واتت قضية باتريس لمومبا في الكونغو لتدل على كيفية سحق المصالح الاستراتيجية في الحرب الباردة للاستقلال في افريقيا كان اغتيال للمومبا هو الذي افتتح حقبة جديدة امام العديد من الثوريين الافارقة وبه الكونغو احد اكبر واغنى بلاد القارع كانت هذه المستعمرة البلجيكية تطالب بالاستقلال الفوري وترأس باتريس لمومبا الموظف الفصيح الشاب الحركة التي تفاوضت من اجل حل سلمي لانهاء الاستعمار البلجيكي في الثلاثين من يونيو عام ستين وصل الملك بودوان الى كينشاس اليوم او ليوبولدفيل سابقا تيمنا بعم ابيه وذلك بهدف تسليم السلطة امام العديد من الثوريين الى كينشاس اليوم يوم اعلان الاستقلال احتشدت كل الشخصيات في البرلمان بانتظار اعلان الملك بودوان تقال السلطة الى الحكومة الجديدة كان قد انتخب باتريس لمومبا رئيسا للوزراء لكن فرحة الاستقلال لم تدم طويلا ففي اليوم ذاته اشعل لمومبا نارا انتشرت في كل ارجاء القارة امام العديد من الثوريين الى الحكومة الجديدة في المقتل الصباح اشهدت و من الغد من الثوريين المتابعه rappelez vous tout l'apartheid alors évidemment réaction immédiate de toute la délégation بلاب إن影片 et exploitation c'était mal su par les belges لكننا نعلم أنه يجعل لدينا أنه نحن نعرفه عنا بحيث يتعلق بحيدة . . . . . . . كبيرا كبيرا المجلسة كانت لزي ومجلسة لزي أخبرتهم لذلك نفسه ومجل ومجل أراد لمومبا أن يحكم باستقلالية إنما لم يكن في الكونغو سوى ثلاثين خريجا جامعيا لذلك تفق على استمرار البلجيكيين بإدارة المؤسسات المهمة للسنوات الخمس التالية بما فيها الجيش فشعر الجنود بأنهم حرموا من الحرية المستجدة وبدأوا خلال أيام بحركة عصيان أدت إلى انهيار البلد برمته ومجلسة تتعلمون لجأ لمومبا مباشرة للولايات المتحدة لتدعمه فلم يسبق لها أن كانت قوة استعمارية وبدأ أن مبادئها الديمقراطية تملي مساندة الشعوب الساعية للاستقلال وفي ديل كاسترو نفسه كان قد اختار الولايات المتحدة كمحطة أولى ليستمد الدعم بعد أن انتصرت ثورته قبل سنة واحدة إنما على غرار لمومبا فإن موقف كاسترو لم يرق للأمريكيين أعطى في الصاني للآن ولمانهما باري صباح لقلب خبر مجرد وأنه ينسى أن أعطى 24 سايات فالك دين لدعم لديه أمسكين فإن استردت أن أن أعطى لديه أمسكين ونده أمسكين أعطى أن أعطى أن أعطى أن أعطى أن أعطى لديه أمسكين و أعطى أن أعطى أن أعطى أن أعطى هم ن Nastهي فإن لمومبا سيقظة لعانتزい قيدة لعائة أردى أن يتمنى أردام سأبدو أنه أسأل أمام التعامل وقالت أنه لم أكن أعرفه وقالت لك وقالت وقالت إلى أنه إذا أنه سأقوم بك موسيقى لموبا لم يكن لديه أفضل 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 على السكراري وموسيقى وموسيقى كانت الزيارة فاشلة وبات واضحا أن واشنطن لن تنقذه وبينما كان لموبا يغادر واشنطن أعلنت كوبا تأميم الشركات الأمريكية وفرض على الفور حصار تجاري على الجزيرة لم يلبث لموبا كما كاسترو أن اكتشف أن الاتحاد السوفيتي سيسعده تقديم المساعدة التي رفضت الولايات المتحدة تقديمها موسيقى 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 وغيره في الحسن، هو كوميست، لذلك يجب أن يشغل على القرار. المصدر مبلغ أماني هناك فإنهي تجاهزة نعتقد و أعتقد أنه حقيقي أن تتحرك المصدر كم منصف Were not as a base, especially as a base of minerals for the United States, for the West. We should not forget that the first atomic bomb was done of those uranium found in Congo. There were only two countries in the world that supplied cobalt at that time. Soviet Union and the Congo. And cobalt is extremely important for jet engines and all sorts of high technology. and we could not get it from the Soviet Union because it was a security commodity so Congo was our only source I suspect that the people in Washington began wondering where are we going to get our cobalt from if the Soviets manage to control that The United States declares the unilateral action of the Soviet Union in supplying aircraft and other equipment for military purposes to the Congo the Soviet action which seems to be motivated entirely by the Soviet Union's political designs in Africa I must repeat that the United States takes a most serious view of this action by the Soviet Union استشاط أيزنهاور غضبا إزاء الدعم السوفيتي المعادي لخصومه وقد وصلت المساعدات العسكرية السوفيتية إلى الكونغو بعد شهر واحد على وصول أول شحنة أسلحة سوفيتية إلى كوبا ولمفاقمة الوضع أعلن كاسترو بالفم الملآن عن نيته استخدام تلك الأسلحة لتصدير ثورته فقرر أيزنهاور تحريك السي آي اي اشتركوا في القناة تحريك السوفيتي المعادي لتصدير ثورة أسلحة اعتقد للمونبا أن وجود قوات حفظ السلام سيساعده على أحلال الاستقرار لكنه أخطأ وقد أتت مهمة الأمم المتحدة بمثابة المكون المطلوب لخلع حكومته كان للمونبا قد رقى سكرتيره الخاص جوزيف موبوتو إلى رئيس أركان للجيش وتوجب عليه التنسيق مع قوات الأمم المتحدة لوقف انحضار الأوضاع في البلد إلى درك الفوضى لكنه عوضا عن ذلك انقلب إلى لاري دفلان موبوتو قال أن المساعدة كانت مجموعة مع المساعدة لأنه كان يتحرك المساعدة إلى السوفيتي يريد أن يتحرك لكن هناك أحد يجب أن يعرف أن يكون هناك فقط وكان يمتحرك والإستمام الأمر بجرال التحدث بالرغمية ما يوجد، ما الذي يتمكن من الاجتماعي . أنا قلت بجاندًا وعندأه. لقد سقته وحضر ما حوله. وقالتها لي بس لذلك. وأنا مرع شيء مناسب. وضعًا ، لقد سانتهيه في القيام في وقت مكوكي. المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ومع ذلك ومن مختلفة في محاولة أفريكية كان لدى أعجبها جداً ومع ذلك كان لدى أعجب الناس لأسفل المعبارات يجب أن يساعد أفريكاً يجب أن يزاله هذا المخلص يكون نحن أبطى هو أفريكاً الذي أساعدني على المجلسات ويساعدني وكان للارتدادات الوقع الشديد في كوبا حيث يتحدر السواد الاعظم من مواطنيها من جذور كونغولية كما روع النبأ القائدين الثوريين الشابين فاعلنت الجزيرة الحداد الرسمي ثلاثة ايام تكريما لذكرى المنبا لقد شاطرت كوبا السعي الثوري الافريقية ذاته لتحقيق الاستقلال الحقيقي وما حل بلمنبا كان يمكن ان يتكرر في اي مكان في حال السكوت عليه وهكذا قرر في ديل كاسترو ان كوبا لن تقف مكتوفة الايدي لذا انطلقت شاكيفارا بجولة افريقية لشهرين بغية تقديم سبل مساعدة حركات التحرير المحلية نحن بقصد الانتعالي على نهاية سبول سبول مساعدة حركات التحرير المحلية اشتركوا في القناة 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 لم تكن كوبا قد وضعت استراتيجية واضحة حول طريقة مساعدة حركات التحرير انما تأكد لتشيغي فارا امر واحد الا وهو وجوب ان يخلق ثوار العالم حربين او ثلاثا كحرب فيتنام لاشغال عدوهم المشترك على عدة جبهات ان تضامن الضعفاء او كما سموه الاممية شكل الوسيلة الوحيدة للانتصار في حرب غير متوازنة عادت شيء الى كوبا حيث شجع فدال على تأمين الدعم اللوجستي للثورات الافريقية معللا ذلك بان كوبا قادرة على احداث فارق هناك لكنه اراد شخصيا اكمال عمله في امريكا اللاتينية اشتركوا في القناة جرت عمليات التدريب السرية طيلة اشهر في اعماق الغابات الكوبية كان الجنود على علم بان المهمة المرتقبة في الخارج لكنهم لم يعرفوا اين ولا متى كان الدريكي صلة الوصل مع القيادة لكنه هو نفسه تفاجأ كان الجنود على اشتركوا في اشتركوا في اشتركوا في اشتركوا في القناة كان تنكر تشي جيفارا اكثر اتقانا وهبط مع رجاله الاربعة عشر في تنزانيا من دون سابق انذار فقد توجب التكتم على وجود تشي فلم يكشف عن هويته حتى لانصار المنبا الذين اتوا للمساعدة نقل الكوبيون بواسطة الزوارق الى خطوط انصار المنبا الشرقية على الضفة المقابلة لبحيرة تنغانيكا وصل الكوبيون الى الشرقي الكونجو معتقدين ان رجال كابيلا يسيطرون على ثلثي اراضي البلد لكن الوضع تغير دراماتيكيا عما كان عليه لدى اجتماع تشي بقادة انصار المنبا قبل اشهر قليلة ففي تلك الاثناء غير عدد من انصار المنبا ولاءهم فاصبحت ليوفاس كاميتاتو وزيرا للداخلية تابعا لموبوتو وقضت مهمته بسحق التمرد نسيطرون على اجتماع بسحق تختارن بسحق تختارن هل تعيدون الأمور؟ هل 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 تقوم بسهرقة لهم بشكل تقوم بجانب رغم على الجانب؟ هل تعيدون الأمور؟ هل هل قام بلقنا؟ هل تقوم بجانب؟ لن يجب أن تقوم بجانب؟ نحن بحق نجد الكريم لدينا مجموعة للغاية في العام 1965 انا لدينا حدث نحن ندلها لنا نحن نضان العمد يتبعي في المصادر نحن نحن يجب أن نحن 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 كنت عدد حدث سنة في المصادر حدث سنة ولم نحن 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 لدينا اليوم من الغزان سنة غرق كابيلا في الانقسامات الداخلية بعد الهزيمة النكراء وعندما وصل الكوبيون الى مناطق المتمردين لم تكن الاولوية لتنسيق النشاطات العسكرية معهم موسيقى 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 كان الهدف المقرر من قوة تشي مسندة الثوار لكنهم كانوا مشتتين لذا أمر الكوبيون بملازمة المعسكر حتى إشعار آخر وسرعان ما أدركوا الفجوة الثقافية الواسعة بينهم وبين الأفارقة أدركوا في القناة 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 وفي يونيو قبل فترة قصيرة من ذكر استقلال الكونغو وصل مرسال حمل تعليمات بمهجمة ثقنة معادية كبيرة في فورت بانديرا ما شكل منعطفا لمجرى الأحداث أدركوا في القناة وأدركوا في القناة إن الهزيمة في فورت بانديرا ومقتل أربعة كوبيين قوض السرية التي جهد الكوبيون كثيراً للمحافظة عليها عندما يجب أن أرادوا على ثقافة بانديرا ومقتل أبدا إلى هناك هناك سمع أن هناك كثيراً لأن هناك شخص عبري كذلك؟ هناك مبادئ لazioni أداء بكثيره هناك من أجل مبادئ وهي مساعدة من لمدة سنة جانبوحي كانت أنت مبادئة سنة سنة أضوحي أداء من أيتها لقيمها من المطفل أنه anticئجد مبادئة ولكننا فريدا للش管 وهمت بأشعر بشيء بدمان معاً ومعاً وإن تشعر بهاً وباً لذنبعاً ومعاً لذنبعاً ومعاً لذنبعاً. نحن نحن نجد قطعي هذه قطعي بوضع بيض أو بير، بمسستش و بالبحث مبات و بيرب تشعر نبعاً، عوظية بغراء، وحي لا يوجد بلا ده أميقى. ودعي وشيء بشيء، وانن أخذهم تعيب لذنبعاً. وقت مظامراتي أيضاً وتمعeff بقية الموضفة. تاتو. When I concluded it must be Che, that told me that this is a Soviet operation. They don't want to use their own troops. They use surrogates. It was clear that there weren't a great many, but more could come. Clearly they were getting their supplies, guns, ammunition, etc., coming across Lake Tanganyika. We supplied equipment to the Congolese to use, such as boats on the lake to try and stop this supply chain that was coming. Bifضل تلك التعزيزات بدأ مرتزقة مبوتو بعمليات القصف وأعمال الدورية المستمرة في البحيرة التي شكلت خطاً حيوياً للمتمردين. أصبح الوضع خطراً ووجود تشيف المنطقة زاد من تعقيد المشكلة. يمكين في البحيرة المشكلة. إلي لا أقنع، إلي لا أمتعد بها. أي فأنت جاءً، كجديًا، إذا كان النارة مرت أحيان، ليس فيًا أموم، بكم إنما يلقوا عمنهم، حين إليهم لشخاصة أقنقى لا قد في الأطفال، كل كل مدت ما أقنعه، لديه في حاجة الصبوال سنقوم بمجال، لأن كبليًا فلسرًا نزعل، إلا قام أقنع لهم هنا، لكن تشي رفض الرحيل مصرا على وجوب أن ينظم المتمردون صفوفهم لكنه لم يستطع تجاهل الضغوط الدولية المتنامية على القوات الأجنبية في الكونغو وعقدت منظمة الوحدة الأفريقية اجتماعا لإدانة التدخل الأجنبي لكن الزعماء الأفارقة هذه المرة لم يدينوا مرتزقة مبوتو بل انتقدوا أيضا دعم كوبا لقوات المتمردين الوحيدك incluso combatiendo junto con ellos. Pero si ellos no están dispuestos a combatir. Además, fue una cosa muy dolorosa, ¿no?, esta situación. La gente cuando venía, veníamos pensando todos, ¿qué dirá Fidel? ¿Qué dirá Fidel? Todo el mundo dice, coño, ¿qué dirá el comandante? ¿Qué dirá el comandante? Porque tenía una confianza absoluta en el triunfo. Como Fidel. Con el comandante que teníamos enfrente, che, no había otro mejor. Fidel, ¿te manda un mensaje al che? Sí, había que meter unas tropas voluntarias había aquí. De sobra. Pero realmente que yo no tenía perspectivas. Entonces le pedimos que se repliegue. Ya aquella gente, en aquel fondo, entonces también le dijimos, pero bueno que usted no es de aquí. y usted está viendo, no es un problema interno de nosotros, ni interno de nadie, es una decisión de los pueblos africanos. Entonces ante eso no le quedó más remedio que retirarse. y le dijo que habíamos perdido una batalla, pero que no se había perdido la guerra. Que daba mucho que hacer por la independencia de los pueblos y que esperaba que todos nosotros hicieramos nada. Y que estudiamos con ese espíritu de combatividad, de internacionalismo. a la temenda de los pueblos. Se ayer se ayer se ayer lejanos Ayer se ayer pakai una batalla de la Quadros. Monst nasné, los pueblos africanos. El constellation de la безопасidad que le jaleas del mundo tiene lo que debe hacer. مونيت مهمة تشيف الكونجو بفشل ذريع لكن هذا لم يزعزع تصميم كوبا على الاستمرار بدعم حركات التحرير وبرأي فيدال كاسترو وجب إعادة النظر في الأسلوب من حيث كيف ومن تجب مساعدته في يناير عام 66 وبعد شهرين فقط على انسحاب تشيمين الكونجو استضافت كوبا تجمعا غير مسبوق ضم كل حركة ثورية مسلحة من أفقر ثلاث قارات وقد عزز المؤتمر القاري الثلاثي دور الجزيرة في زعامة النضال الأممي كانت تلك فرصة جيدة لفدال بغية تقويم نوعية الثوار الذين أراد دعمهم ومما لا شك فيه بأن أميلكار كابرال سرق الأضواء كابرال ابن الحدية والثلاثين كان يقود صراعا شرسا مع الأمبراطورية البرتغالية في واحدة من أفقر وأصغر الأمم الأفريقية جينيا بيساو تقويم نوعية الثلاثي دور الجزيرة في الثلاثي دور الجزيرة في الثلاثي دور الجزيرة كابرال ابن الحدوث يمساند في الثلاثي دور الجزيرة في الثلاثي دور الجزيرة احساب هذا المفضل المترجم للقناة بعد المترجم للقناة بعد المترجم للقناة لم يصفر كفاح أميلكار لسنوات عن أي نتيجة لكن عندما بدأ الثوار يستولون على الأراضي فجأة تجلت أهمية هذه المستعمرات المهملة وبالنسبة إلى البرتغال فقد كان على المحك أكثر بكثير من جينيا بيساو فقد تتحول هذه المستعمرة الصغيرة إلى الحاضرة المرجوة للأمبراطورية موسيقى 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 نظر نظر موسيقى من المناسب المقرب من البرجانب المنزل المداريين واضح في السيارة العام كان في رجال الوحيد إلى المداريين تنظروا أي من المعرفة في المداريين واسلي لا يمكن النقاري بأنها بخلية من المباري لم يكن لديهم الكثير من المقرب لا يمكن أن دون إيجارهم الالدول البرتغاليون ضعفهم لكنهم حملوا ورقة رابحة تمثلت في تأجير الحكومة لقطعة أرض في جزر الأزوريس لوزارة الدفاع الأمريكية وقد استخدم الأمريكيون تلك القاعدة الجوية لحماية حلفائهم في الشرق مثل إسرائيل إنما استلزم تجديد الإيجار سنوياً لذا كانت لدى البرتغال كل النية في استخدام القاعدة للمقايضة موسيقى 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 إنما كانت لديه رؤية واستراتيجية واضحة حول كيفية خوض معركة الاستقلال موسيقى 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 كان جرح هزيمة تشيف الكونغو لم يزل حيا فبدأ فيدال يفكر بطريقة لتعزيز فعالية مساعدته فأتى هذه المرة القوام الأساس للدعم الكوبي على شكل خبراء مدفعية وأطباء وتقنيين وما كان للجنود أن يتدخلوا إلا عند الضرورة موسيقى لم يكن أميلكار واهما إزاء قدرته على هزيمة الإمبراطورية البرتغالية القوية فأراد استنزافهم ليقودهم إلى طاولة المفاوضات موسيقى شهدت الحرب تصعيدا فأرسل البرتغاليون 22 ألف جندي نجح تكتيكو أميلكار بضرب معنويات العدو فشعروا بأنهم عالقون فقرر القادة المخضرمون بالجيش الاستعماري في جينيا بيساو أخذ المبادرة موسيقى فهم الذين قلبوا النظام الديكتاتوري وقادوا الثورة في البرتغال انهارت الإمبراطورية الاستعمارية البرتغالية خلال أشهر وكأنها بيت من ورق موسيقى 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 في كل موقع البرتغاليين لم يكن هناك ملتاة ملتاة أبدا ويقضوا للمتاة المخضرية ولكنهم تصبح بلغتاة الالجيرية وفرانة تصبح 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 ملتاة يجب 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 موسيقى موسيقى غادر الجيش البرتغالي جينيا بيساو في أكتوبر عام 1974 موسيقى لكن الرجل الذي دفع بالامبراطورية إلى الحافة لم يكن موجودا للاستمتاع بثمار كفاحه موسيقى قتل أميلكار كابرال قبل سنة على يد أفراد من الشطة السرية البرتغالية وتجمع كبار ثوار العالم أمام ضريح أميلكار إلى جانب فيديل كاسترو وأوجستينو نيتو قائد حركة تحرير أنجولا موسيقى موسيقى فقد كانت كوبا تدعم لسنوات حركة نيتو لكن حجم التدخل العسكري لفيديل كاسترو في أنجولا بعد انهيار الامبراطورية البرتغالية لم يلبث أن بدل وجه القارة برمتها موسيقى موسيقى